السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم امتازم القناة تقومون بتقول لي ايه ورشياب ان شاء الله تكونوا بخير اول استبيان للعبة اي فوتبل 2022 يا شباب من شركة كونامي زي ما انتم شايفين عملوا استبيان عشان يقدروا يحصنوا اسلوب اللعبة في لعبة اي فوتبل 2022 او الجيمي بلاي زي ما انتم شايفين يا شباب هنا طبعا احنا هنعمل الاستبيان ده مع بعض ونشوف الخيارات المتاحة عشان نقدر نساعد الشركة في انهم يحصنوا الجيمي بلاي اكدر اصنقايaly lí realizes طبعا ونشوف يتعلقوا كثير المنطبات عشان يقدروا يحصنوا اللعبة هذا فهنا تنكتبوا الاستبيان اي اكمان ينسببали الاسماء جميع الاسماء يعملوا بجده لتم تف eleven يقدروا Обتحصن لعبة ع�� الان eighth tel highness которب皇 Black يستغرقوا 10 دقائق ة لانماطacağım 8 سؤال احنا هجاوب على كد ما نقدر لانه مستحيل اقدر اجاوب على 8 سؤال في الفيديو ده ومكتوب انه الاستبيان ده شباب ساري ما بين الفترة من يوم 26 ليوم 29 الشهر اللي احنا فيه شهر 10 يعني اه 30 يام بس النهاردة وبكرة وبعد وغير كده اه بعده هيتقفل الاستبيان على طول ومكتوب كمان يعني التحسينات الكلام اللي انتهت تقوله في الاستبيان ده ممكن ما يتطبقش مع التحديث القادم في حاجات ممكن تطبق مع التحديث القادم وحاجات لا احنا نختاره على قطول لانه زي ما تشايفين هنا في اللغة اليابانية واللغة الانجليزية مش هتفرج معنا لان احنا مترجمين بترجمة جوجل يعني هندوس انجليز يا شباب ونشوفه وفتحنا صفحة جديدة هو ومكتوب يعني استطلاع الجيمي بلاي هندوس نيكست طيب شباب نترجم الصفحة طيب الشباب هو مش راضي يترجم مش عارف لي انا يعني هجاوب على قطب مقدر مكتوب هنا اه يعني كام عمرك انا هختار ما بين 16 ل 18 وهنا يعني ايه الدولة اللي انت قاعد فيها حاليا اه مصر اه مصر اه ايجيبت فين ايجيبت تمام يا شباب اه ايجيبت اه ايجيبت اه ايجيبت ايجيبت يا شباب وبيقول يعني ايه المنصة اللي انت بتلعب عليها اختار استيم انا كومبيوتر اه وبيقول هل بتستخدم في لاتر لما بتلعب مباريات انا هقول اه لا مش بستخدم فلاتر وبيقول يعني لعبت كام مطش في لعبة ايفوتبول الفين اتنين وعشر طبعا اكتر من احداشر بكتير ده اول استبيان يا شباب هنروحوا هندسوا نيكست ونشوفوا الاستبيان اللي بعده طيب يا شباب زي ما انت شايفين نجلني للصفحة اللي وراها على طول وبيقول ارجوك اه اختيار واحد ما بين الستة تصنيفات اللي ما موجود لهم دولا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طبعا هنا مش رقم لانه هنا مكتوب غير متأكد بيقول ارجوك اه بيقول اختار اه اجابة واحدة لكل سؤال موجود طبعا التصنيف زي ما انت شايفين هنا غير متأكد هنا اه سيء واحد سيء اه اتنين اه هنا سيء جدا هنا سيء هنا عادي يعني متوسط ولا حلو ولا واحش وهنا يعني جيد وهنا جيد جدا المهم مكتوب ما هو مدى رضاك يعني يعني هل انت مبسوط اه في انك يعني قادر انك تراغ بالنسبة لنا المراوغات في الجزء الجديد يفوت بال الفي اتنين وشين بصراحة ممتاز لكن في برضو محتاج تعدلات اكيد هالدي اه جيد بالنسبة لنا فعلا المراوغات جيدة جدا في الجزء الجديد وهنا بيقول يعني في اللعبين بيستنتوا اه اه بالقدرة يعني مراوغة اكتر من اللعبين اه هنا ماشي هادوس متوسط لاني بصراحة ملاحظتش وهنا مكتوب سرعة التشغيل تبدو طبعي يعني تقريبا هنا سرعة اللعبة اللعبة برضو هاختار بصراحة غير متأكد اه وهنا تعتبر المواجهات يعني واحد ضد واحد بين المهاجمين والمدافعين ممتعة اكيد جيد طبعا كويسة اكيد المواجهات الفردية ممتازة جدا وهنا يعني استجابة المراوغة في المباريات الحدث عبر الانترنت يعني المراوغة تشغلت ازاي معاك عبر الانترنت هتديها اكيد يعني ولا وحش ولا سيء الا هتديها سيء احسن لانه عايزين تبقى احسن من كده بكتير بس هي جيدة اختار انا اختار عادية اللي هي اتنين اللي هي سيء اختار سيء بل عشان يحسنوها اكتر وهنا يعني استجابة في وضع عدم الاتصال يعني استجابة المراوغات معاك في وضع عدم الاتصال اكيد ممتازة هنا قوة التمرير يعني لما بتباصي بالنسبة لك بتوصل الى الهدف اللي انت عايزه فعلا ولا في لخبضة بالنسبة لنا في لخبضة هاختار اللي هي العادية ولا سيء ولا وحش لانها مش ممتازة بصراحة طيب الشباب هنا يعني اللعبين اللي تصنيفهم اعلى في التمريرات بيكونوا افضل من اللعبين اللي تصنيفهم اقل بالنسبة لنا غير متأكد بصراحة يعني مش ملاحز بصراحة اخترت غير متأكد وهنا بيقولوا فيزيئية الكرة في التمريرات بيقولوا انها واقعية ايه رأيك هل سيئة ايه سيئة جدا سيئة اوكي يعني متوسط هنا جيد هنا فيري جود ماشي اختار متوسطة لان هي مش ممتازة يعني كويس هي اخترت ايه خطرت دي خطرت اللي فالنص اللي هي يعني غير يعني متوسطة مش حلة ومش سيئة وبيقول يعني ما مدى رضاك عن التمريرات بلمسة واحدة غير متأكد بصراحة وهنا شباب مكتوب ما مدى رضاك يعني هل انت راضي بدقة التمريرات الموجودة حاليا لا مش راضي وهنا تحتها ما مدى رضاك يعني عن دقة انواع التمريرات الاخرى اختار غير متأكد وهنا يعني بتتحكم في مسار القرى بسهولة انت وبتباصي هل بسهولة او مش بسهولة يعني هدوس لا لان انا حاسس فيه لخبطة في الباص مش عارف مش متأكد هل اختار سيئة وهنا شباب مدى رضاك يعني عن التنوع السلبان ما فيم بتش التقاطل مش فاهم حاجة شباب اختار غير متأكد في السؤال ده اختار غير متأكد هاي هنا ما هو رضاك عن جودة المباراة عبر الانترنت قوة يعني نسبة نجاح المباراة بالنسبة لك هل فعلا الونلاين جيد ولا سيئة كذا؟ أنا لشئ مشifen Chrome وهنا ما هو يعني رضاك عن انه استجابة سرعة الباس في المباراة عبر في مباراة الأوفلاين هاختار هي بطيئة طبعاً هاختار سيئة خليهم يحسنوها اكتر من كذا عايزين الباس يكون سريع هنا سرعة الباس في المباراة عبر الانترنت برضو سيئة هاختار سيئة هي مقبولة طبعاً قبل اللعب لكن هاختار سيئة عشان تتحسن شباب كنت اتمنى اني اكون موجود معكم الفترة اطول عشان نجواب على كل الاسئلة تقريباً يعني في اسئلة كتيرة جداً زي ما انتوا شايفين وبعد ما تخلص دول هيجيب لك نيكس طبعاً انا هعملهم كلهم بس مش اقدر عملهم في الفيديو لان وقت الفيديو بيجي 8 دقائق ووقت الفيديو بيجي كبير جداً عشان كده معلش يا شباب اتمنى ان تدخلوا وتجاوبوا يعني الكلام الاستبانات اللي انتوا هتعملوها دي هتحسن اللعبة بشكل رهيب لو ما كانش يعني فعلاً في نسخة مطورة من اللعبة يعني ما اعتقد انه فيه فعلاً نسخة مطورة مش عارف يعني المهم انتوا ادخلوا واعملوا الاستبيانات دي اعملوا اللي عليكم يعني هتساعدوا المطورين في انهم يطوروا اللعبة اكتر واكتر زي ما قلت لكم شباب رابط الموقع هسيبه لكم في التعليقات خشوا من خلال واعملوا الاستبيان وبس شباب اتمنى تعملوه لانه مهم جداً يا شباب في انه يحسن او يطور اللعبة وبس كده شباب كده اكونوا ستناهت الفيديو وشوكنا ادعم المشو منكم وسلام اشتركوا في القناة